فيما له صلة بهذا الامر وصفت الصين على استراتيجية الامنية الامريكية التي عرضها الرئيس دونالد ترامب وصفتها بالحرب الذهنية الباردة كانت ترامب قد اتهم روسيا والصين بالعمل ضد مصالح الولايات المتحدة بهدف صيغة عالم يمثل نقيضا للقيم والمصالح الامريكية كما اتهمهما بمحاولة دفع الامريكيين الى خارج منطقة الهند والمحيط الهادئ